وكذلك حديثه عن تشكيل الحكومة وإطلاقه لكتابه كذلك الذي سيكون في سيلة 2018 وهو هذا الكتاب الذي سيتناول أساسا تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة طبعا سيد عبد المجيد مردسي تحضر معنا أهلا بك بك إذن قبل أن نستهل الحديث عن هذا الكتاب الذي يخصص لفترة الحكومة الجزائرية المؤقتة سيد عبد المجيد مردسي كان يتحدث كذلك عن تأسيس الحكومة الجزائرية سيد قبلية حدث مهم في سيرور تأسيس الحكومة المؤقتة هي الملتقة بترجع بين ممثلين تجيبات التحريم وممثلين تحكومات تونسية والمغربية بالأخص ونقشت بضبط قضية فرضية تأسيس حكومة الجزائرية ونحن نعرف في الضرف هذا كأن حكومة المغربية حكومة معنا كمك ممكن معنا عندنا في جواجة صعوبات معنا لاستقلال المغرب بين معدول السنوات كيف معنا نفس الشيء بيخص الاستقلال جمهورية التونسية وهم كانوا يعني يخشعوا رد فعل في فرنسا في صورة مائدة يعني تتأسس حكومة جزائرية لا 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 تتأسس هذه الحكومة المغرب كما تونس مجبورين بالاعتراف بها والاعتراف بهذه الحكومة يعني ممكن أن يكون لهم صعوبات مع الدولة الفرنساوية وهذا كان من الاحتمالات انتاع قيادة من جمهورية التحرير بالأخص لجال لدرسة معنا الظروف تنساء حكومة ونذكر على الخصوص اللجنة التي كانت نصتها عبد الحفيد بوصوف التي كانت تدرس كل الظروف السياسية والأبعاد الدبلوباسية لتأسيس حكومة مؤقتها الجزائرية اشهدتها التي يقدمها دحو القبلية هذه الشهادات من ناحية تاريخية ماذا تضيف خاصة أنه أشال نقطة عن تصفية عبان رمضان وأصفها بهذه الطريقة لأنه كان هو طبعا رئيس المالك لديه شهادات قدماء المالك جمعية معنا الماشيطة ماشيطة وتمدلكم أمور تاريخية تفيدكم كمؤلفية جمعية المالك أنا ممكن أن ننتظر من الأخ منها القبلية ممكن شهادات لتبرز مساهمة القوية للمالك حتى اليوم الجمهور الجزائري المؤمن يجهل معناها بدأ البالغ شوي في الحقيقة هو كأنه استخبارات يعني هو جهاز استخبارات المخابرات الإتصالات البالغ معناها مشخص بشخصية مالة قوية أنت حسين باروك معناها زي عبد الحفيد بوصوفة رحم الله وكنت كلمة على بوصوف بسحة العمومة الجزائري على العموم معناها نذكر قلمة ورد في إغتيال عبد رمضان ربيح بسحة الناس ما تتكس المؤسسة لي وضحها بوصوف خدمة الحركة الوطنية خدمة الحرب التحرير وعلى سبيل المثال كانوا ندرك بعض الشهادات نتعب ضباط ومسؤولين نتعب المخابرات في عهد حرب التحرير يعطوا مناك وثائق ويعطوا شهادات حية على قدرة المالك على سبيل المثال كانوا ماترين المالك تحكم في كل الاتصالات ما بين الهيئة الحكمية الفرنسوية بالجزائر القيادة العسكرية بالجزائر والحكومة المركزية الفرنسوية كل ما يكون تقرير أنت الجيش الفرنسوي يفوت بين أيادي منها كمخبارات المدية كانوا منطلعين على كل أشياء التي تتبع منها وتواكم منها كسيرورة الحرب يعني ما يقول لك القدرة ليوصلها فيها للمالك لذا ممكن كان سيقول قبل يعطينا سراحية خطأ المالك تقريبا مؤسسة مجهورة ربما حتى في التاريخ فقط المؤرخين من خصوصية المالك يخدم في السرية هذه هي لكن حان الوقت أنه بصح اليوم حان الأوان نخرج من السرية ومن من الإخفاء ونقوله المالك ما هو شغل هو ليسهم في حرب التحرير يعني مؤسسة أخرى الحكومة المؤقتة معنا كمكة وزورة الوزارة حركة ديبلوماسية حركة الثقافية حركة الرياضية كل هذا الشيء كل واحد أعطى المساهمة نتعوه بصح المالكت المساهمة نتعوه ممكن جديرة بيديك ممتاز ونحن نتحدث عن كل هذه الأمور التاريخية أعرج على كتابك الذي وصفت أنه فترة الحكومة الجزائية المؤقتة باللغة الفرنسية أموندا إستوريك أو عهدة تاريخية مميزات هذا الكتاب وما هي الأمور الأصار التي ستكشفها سيد عبد المجد مرداسي لأنه معروف عليك أنك تبرز أمور في الواقع أنا كنت لدي مشروع كتابة آخر كنت في مشروع آخر حتى كي جاتي الناشرة يعني كمعروفة بنت مرين مرداسي قلت لي وأمامنا أمامنا معنات ذكرى تأسيس الحكومة المؤقتة قلت طيب أن تاني عندي مكشف عندي ملاي التزامات بعد قلت أعطني مهلا نشوف وش كاين لكن كان الأعمال قال كان الأعمال معنا كافية كي بدت نبحث الحق ما لقيت تقابل ما كانش عامل أكاديمي مخصص للحكومة المؤقتة ممكن يلقى في المذكرة مذكرة فرحة عباسة وبرحمه لا ملقيت بعد كي بدت نبحث وكل شي وشنو هي الجيبيغة لازم نحن الجزائرين نعرف الجيبيغة هي قيادة جيبيغة السحرين البعض يراها كأنه فترة انتقالية فقط لا جيبيغة هذه حكومة المؤقتة هي حكومة بحكم القانون من الورد في المؤتمر لأسس تنفيذية لجيبيغة التحرير تتمثل في المجلس الوطني لتورة الجزائرية وتتمثل في المجلس التنسيق والتنفيذ هذه الأساسات دائمة ستتعمل وكننا ننظر للجيبيغة لازم نشخصوها كقيادة جيبيغة التحرير أولا كون ننظر للجيبيغة كقيادة جيبيغة التحرير ممكن نقارن ما بين هذه القيادة والقيادات التي سبقتها أولا المجموعة التاريخية المؤسسين في ستة نوفمبر 54 هذه المجموعة التاريخية كوميتي دي سيس نصت وقاضي جيبيغة التحرير تقريبا من أول نوفمبر حتى مغرس 55 في مغرس 55 ديدوش موراد ربيح مو استشهد سيمو طفا بن بولعيد أعتقالي في الحدود تونسي ليبيا سيمو حمد رابع بيتات وقلاب بالعاصمة سي طيب موطني محمد بودية كان في الخارج يبحث على مساندات وسي العربي بن ميدي ربي يحمو كان في القاهرة يتفاوض على قضية الأسلحة من المؤسسين في الجزائر كان كريم بالقسم كريم بالقسم موجهة كان يطلع للجبل في 47 ومن بعد ما صار كان معنى المؤتمر لتعال سمم ليوضح قيادة جديدة قيادة لتعال سمم لسي سيوهدك معنى التاريخي ليخرج من السمم ليفيه عبان فيه كريم فيه بن فيدي فيه دحلب فيه بن الخد سير الأمور نتعجبها من سبتمبر كي وصل للعاصمة سبتمبر 56 إلى مغرس 57 كي كان السي سي سي معنى مجبور للخروج من الإقليم الوطني دونك هو كيف كيف حكم تدشر فيما بعد كان الاجتماع معنى التاريخي نتعال المجلس الوطني سورة الدجاري بيقود 57 بالقاهرة ونجم القول بلي الجبيغة معنى مولود هذا الاجتماع لماذا خطر أول عود هيكل القيادة من جهة ومن جهة أخرى أعطاه صلاحيات للمجلس التنفيذي وتنسيق وتنفيذ لأخذ قرارات ما بين الحصص انتع سينيغا وهذا القرار إنشاء حكومة مؤقتة والسي سي سي يوني ما تقام به ما تشي سينيغا السي سي يوني قام به بس ح فكرة تأسيس حكومة مؤقتة فكرة قديمة أول ما جاء بها واقترح بقوة تأسيس حكومة هو حسين عيد حمد ربي يرحمه اكتب في رسالة للقيادة الجبهة قال حن الأوان أن نغير الأمور ونوضع حكومة لتسير الأمور ورئيس سبق سحمد بب الله ربي يرحمه وكذلك كان يطلب بإلحاح تأسيس هذه الحكومة صار الظروف كانت تواريخ لازم نعرف ونحن في الحق قريبا عادة ما نذكرهاش التواريخ اللي يجب أن نذكرها أولا تاريخ انتع أبريل 58 لماذا في أبريل 150 المجلس التنسيق والتنفيذ لجبهة التحرير أسش معناها ضائرات في وسط معناها القيادة وهذه الضائرات كانت معناها ممكن توجه إلى تلقية إلى مستوى وزارة وهذا ما جاء يعني ضائرات معنا انتع أبريل 58 بعد ترقاو إلى معنا مستوى وزارة في سبتمبر وفقط بنتخوفين مع الواقع مع الواقع التاريخي تكوين الحكومة المقاتلة للجمهورية الجزائرية تم بتاريخ 9 سبتمبر 9 سبتمبر هذه الحكومة الأولى كانت متكونة بالمشؤولين انتحها بالديار معنا الوزار كانت معناها جاهزة للعمل بصح البيان اللي يعلم لتأسيسها كانوا درسوا الظروف كيف نعلم بتأسيس الحكومة الجزائرية سمحيني بلك نليح على جانب كنقول لوجي بيغا حكومة مؤقتة هذا جزء قوي بصح الجزء الأقوى هو الجمهورية الجزائرية قطع في نفس الأول كن تكوين حكومة جزائرية تفرض وجود جمهورية جزائرية ممتاز سيد عبد المجيد مرداسي بالحديث عن حكومة الجزائرية المؤقتة هل ترون أنها لم تأخذ حقها في الاهتمام التاريخي وأثرها خاصة لأنه هناك بدأت تطبع السياسة ربما ما بعد فضل ما بعد الاستقلال لهذا ربما جاء الاهتمام من خلفكم كين تقول كين تاريخ قيادة تلزبها في الخفا لأسباب سياسية ممكن تبعى الضرف على الاستقلال كما تعلم كانت فيها أزمة بين معناك معناك من قيادة جبهة التحليق وكل شيء يمكن قل لماذا مثلا نعطي كذا بالمثل من دمن النتائج لحق الحكومة المؤقتة هو الاتفاق البيان مهم مهم جدا لدت إلى الاستقلال التاريخ هو 19 مرس حتى العهدان تاع الرئيس بن جدي دربي يرحمه 19 مرس مكان في الاحتفالات الرسمية الرئيس بن جدي كان عنده بفضل أرسم 19 مرس كيوم الاحتفال الرسمي يعني بلقول كل ما كان يحيط بالجبيرة كان في الخفاء وليوم تقول وحنا مجيب وقت أن نتحدث عليها ولهذا أنا أريد أن أعرف أبرز الشهادات التي ربما سيحملوا هذا الكتاب وقول لنا كذلك سيد أبو المجيد مرداسي عن التحضير يوم غد من أجل عملية بيع بالإهداء لا نحس من خلال الأوروض الفاعل عندي نحس بلي ممكن كان اهتمام جديد بهذا التاريخ ونقول هذا يدخل فيه ممكن سير تطبيع العلاقة مع الماضي معنا هذه المؤسسة دور على فقط نوضح على هذه العنوان رهدات تاريخية كانت قارن بالقيادة تنتعي الجبهة القيادة الأولى تلتشهر القيادة تلتشهر القيادة الأقوى والأطول هي من تلتشهر على مدر أربع سنوات بطبيعة الحال كانت الجبهة قادة جبهة تحرير والمقاومة المسلحة والجيش تحرير في دوروف سياسية عسكرية وعويصة وعويصة جدا لذا فكرة المفاوضات ممكن كانت واردة تقريبا لعامين ثلاثين بعد بدأ اندلاع التورها كان قاد عمليه وقت ما يجب يتفاوض مع قيادة جبهة التحرير يدرس الأمور يكسر جيش التحرير يكسر العلاقة بين جبهة التحرير والجيش يتفاوض يكون علاقة في ميدة المفاوضات بموقع قوة وهدف جبهة التحرير وجيش التحرير فرضوا على الحكومة الفرنسوية مفاوضات تضمن كل حقوق متاع الجزائري في الإقليم في الوحدة الوطنية بالفعل الآن فقط سيشارك هذا الكتاب في معرض الجزائر الدولي وكذلك يوم غد لا كانت مواعد ممكن أولين بالعاصمة يوم السبت الجاي 22 كانت مواعد في مكتبة التامون في الأسبوع اللي بعد 20 كانت كيف كيف بتوقع في رادي بغير وانا بصمم في كل إقليم الجزائري كل زبعية المعنية المهتمة بالتاريخ بالتاريخ الوطن في خدمتها يتصل بها يجب في بجاية في تيزي وزو في تيسم في تلمسان في وارد في عناب المستعد المؤرخة عبد المجيد مردسي جزيل الشكر لك نذكر فقط بأن كتابك الجديد هو حول الحكومة الجزائرية المؤقتة التي وصفتها في هذا الكتاب بأنها عهدة تاريخية شكر شكر لكم شكرا لك سيد الكريم